يا أبو نايف لكل نسالف فيه زاد أبو علي بعد ما شاء الله جاء على السالفة اللي هون كبار السن كبار السن تراهم يبغون اللي يفهمهم يبغون لي أنا عندي مرة أخوي الله يغفر له يتوفى توفق أخوي قبل فترة وزوجته كبيرة في السن فوق التسعين وعلى أكثر وقت على ظهرها ويسلم على ابنياتي وسولهم معها كبيرة يعني في بقام الوالدة فسولهم معها أدخل معها في السؤال في القديمة أقول يا فلان سالفت الرجال ذاك ولا أجيبها على جدي فتنبسط كنت سوف أنا وابو عمر قبل فتنبسط تسترسل في القصة وتسترسل في العلوم وتذكر يعني البعيد ما الضيعة والله أحياني أبو عبد الرحمن وليهون المشاهدين والجازين أنها تستقعد أمبسطة السؤال كبير السن عطاه جوه عطاه سافته اللي هو بيها عطاه زمانه اللي هو بيه كذلك أبو عمر عرج على قبل شوي وحمد والله معك حق أبو عمر صحيح والله معك حق كذلك الله يهدي نقول بعض بعض الناس بعض الناس وأنا أشوف أنتوا تشوفون عنده كبير سن مفروض يفتحون باب يوم معين يوم جمعة ما يختاروا لهم يوم أو يومين في الأسبوع فيه ناس الشايب هذا أو الكبيرة هذه اللي موجودة لهم أصحاب ولهم معارف يجون يسورهم معهم يجون يدرجهم معهم ووسعوا الخطرهم لكن بعض الشباب ما يريد أن يدخل البيت أجل نكفي بدأ الشيبان فتشوف الشايب أو تشوف الوالدة الكبيرة السن يعني شبه معزولة حتى يتوفى الله والدتي الله يغفر له ومات المسلمين توفف توفت عام 31 أنا لاحظت منها ملاحظة والله ما أسوتها في شبابي هي في بيشة وأنا في الرياض طبعا العيشة تجبر والرزق والوالدتي معها أخواني بعدنا كالله يغفر لهم جميع جيتها وعمري في الأربعين في أربعين سنة عندي عيال ومتزوج كأني سمرت وطولت عند جيراننا مع بعض مجموعة وطولت إلى الساعة وعدها أو ثنتين والله العظيم الموقف هذا أني ما أنساه وأذكر المشاهدي عليكم بوالديكم اللي أمه ولا أبوه حيي ترى الولد أو البنت تقعد في عين أمه ولا أبوه طفل صح ترى هي ظل طفل في عيونه المهم رجعت على رجلي حنا في قرية متفاوتين اللي هنا تخيلوا وين حصلت الوالدة ما هي عند الباب ما هي عند الباب فيه قدام عند بيت واحد من إخواني حجر كبير على زاوية يوم جيت اللي وفي جالسة علي الساعة ثمتي تنتظرك بتشوف السالفة أنا أنا أقول لك الموقف هذا أنا مر علي الله يغفر الله ويتيجاوز عنا ومتأتري لحد دلال قلت يولي يدي تسننت ورحت للمحلك ما شفتك وأختلعت عليك أمري أربعين سنة طن اللي أضمها وأبتي والله الله يتيجاوز عنا جالسة يعني ماشى يمكن يمكن خمسمائة متر وجالسة على هذا الحصان تحران لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأصيكم وأصي نفسي بوالدين اللي أمه وبوحيين الله يعطيهم العافية والمتوفين باح الله منهم لكن موضوعنا مهم والله موضوعنا نهجع على جرح كل منكم تكلم في هذا الموضوع نسأل الله إن الله يوفقنا وإياكم يجعلنا من البارين الصالحين وحتى بعد يتبر في وفاتهم ما هم بهم حيين إذا ماتوا بقي تلحب برهم بنعود في كبير السن ما يكفي لا حلقة ولا حلقتين ولا الله المشتعل